أقيم في مدينة سالونيك باليونان مؤتمر لدعم السياحة الدينية في الأردن حيث ألقى سيادة المطران فنديكتوس مطران في لدلفيا كلمة في المؤتمر قدم خلالها نبذة عن أهمية الأماكن السياحية الدينية التي يتميز بها الأردن على مستوى العالم أجمع مبينا سيادته أن الأردن بلد آمن وسلمي وودود يعيش فيه حوالي 300 ألف مسيحي عربي ودعا سيادته المشاركين في المؤتمر الذي حضره وفد أردني معني بتنشيط السياحة الدينية إلى زيارة هذا البلد الجميل والتعرف على موقعه وأماكنه الدينية والسياحية والتاريخية حضر المؤتمر العديد من الشخصيات الرسمية والدينية والأكاديمية وممثلوا وكلات السياحة والسفر في اليونان